اشتركوا في القناة وكذلك يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يقدم لنا في كل يوم من جائزتين قيمة كل جائزة خمسون دولاراً لتعرف وإياكم ومعكم اليوم على الفائزين معنا بسؤال الأمس سؤال الأمس الذي كان يقول ماذا يفعل من وجد مبلغ عشرين شيكل على الأرض ماذا يفعل الجواب الصحيح والخيار الصحيح كان هو الخيار رقم اثنين لأنه يأخذه ويتملكه لأن هذا المبلغ قليل ولا يجبر على أن يعرفه عاماً ويحفظه عنده عاماً لكن يتملكه وينفقه على نفسه فإذا ظهر صاحبه في يوم من الأيام يمكن أن يعطيه هذا المبلغ لنتعرف معاً على الفائزين بعد أن تعرفنا على الإجابة دعونا وإياكم لنعرف أسماء الفائزين ألف مبارك للجميع وإن شاء الله تتهنوا في هذه الجوائز وإن شاء الله الجميع بفوز معنا في جوائز البنك الإسلامي الفلسطيني المقدمة منه مئة دولار يومياً على جائزتين قيمة كل جائزة خمسون دولاراً اليوم موضوع حلقتنا بإذن الله عز وجل شيء بنسميه في الفقه الإسلامي عندنا بيع المساومة بيع المساومة بيع المساومة هو حقيقة نوع من أنواع البيوء لأن البيوع لدينا بشكل عام تكسب إلى قسمين في بيوع الأمانة هذه التي مرابحة أو وضيعة أو تولية وتعتمد على أمانة الشخص البائع في أن يظهر أو يكشف ثمن السلعة لأن تعتمد على ثمن السلعة الرئيسي يكشفه الإنسان هذا بيع أمانة أما إذا لم يكشف هذا السعر الأساسي يعني أنا غير مجبر دائماً أن أكشف السعر الأساسي إذا كشفته لجب أن نكون صادقاً لكن إذا ما كشفته إحنا بنسميه بيع المساومة هو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله للمشتري ويدخل فيه بيع المزايدة وما يعرف اليوم بالمناقصة يعني إحنا نحط سلعة وبلشو الناس يزيدوا على هذه السلعة أو بطرح أنا مناقصة للناس أنا بدي هذا المشروع مين ممكن يأخذه شو تكله في اللي أنا ممكن أتفعله إياه فبصير يقدم عروض والأقل أنا بأخذه وبتفعله حتى يكون في المشروع الذي أريده هذه البيوع بنسميها بيع مساومة لأنه تخضع أنا بعطيك الزيادة أعطيني أقل دون أن نعرف حقيقة ومقدار الثمن الأصلي الذي قامت عليه بيع المساومة هو كنوع من أنواع البيوع جائز شرعاً وهو أصل كل البيوع لأن الأصل في البيوع لا يظهر الإنسان كم قامت عليه ثمن السلعة التي يريد أن يبيعها وهذا ما جرى عليه أعراف الناس على مر الزمان في البيع والشراء وهو أفضل من بيع المرابح لأن بيع المرابح بدنا نكون دقيقين في أن نقول الثمن الحقيقي للسلعة وكم قامت عليه وكم كلفتني هذه السلعة لكن بيع المساومة أنا بد أقول هذا السعر بد أبيع هذه الشغلة هذا الأمر بمئة شكل ما حدا إلو عندي أنا مكلفني عشرة شكل ولا مكلفني تسعين شكل ما حدا إلو عندي أعجبه بشتريب عشرة شكل إذا كان فيش احتكار طبعاً ما أعجبه خلاص يتركه ويذهب ممكن فاوضني خليه تسعين خليه مية خليه خمسة وتسعين هذا موضوع آخر لكن لست مجبراً على أن أظهر الثمن الحقيقي لذلك بيع المساومة حقيقة هو أداة من أدوات التنويل الإسلامي التنويل الإسلامي يحاول ينوع من أدواته وعلاقاته في طريق التعاملاته مع عملائه والزبائن عنده استخدم بيع المرابحة في آلية واستخدم الاستصناع الموازي في آلية وهنا أيضاً يستخدم بيع المساومة في بعض الأمور وهذا يتأخذ بها المصارف الإسلامية من خلاله يبيع البنك للزبون سلعة دون بيان ثمانيها الأصلي كما يحدث أحياناً في بيع السيارات بيجي البنك بتفك مع معرض على السيارات بيكون بتفك البنك مع المعرض على سعر معين ثم البنك يأتي إليه الزبون وكله أنا ببيعك هاي السيارة بمئة ألف شكل الآن الزبون مائله كم كلفت البنك هذه السيارة كلفت ثمانين كلفت عشرين كلفت خمسين مائله دخل فهذا بنسمي بيع مساومة وتقوم فيه بعض البنوك الإسلامية كأداء من أدوات التمويل الإسلامي لزبائنها وهو بديل عن التعامل بالربا والقروض الربوية في البنوك الربوية البنك البيع بيع المساومة حتى يصح شرعاً لابد للمصرف أن يشتري السلعة شراءاً حقيقياً بعقد صحيح من مالكها ولابد للمصرف الإسلامي أن يقبض السلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً يعني لازم يكون فيه شراء يعني مش القضية بالهوى خلاص روح من خد من معرض السيارات سيارة بدون ما أن يكون البنك متفق مع معرض السيارات لأنه مشتري منه هذه السيارة فإذن يجب أن يسبق بيع البنك لهذه السيارة أن يكون قد اشتراها قبل ذلك بعقد منفصل مستقل من صاحبها الذي يريد بيعها المصارف الإسلامية يمكن حقيقة فيه مخاطرات أحياناً في مثل هذا الموضوع وخصاً في بيع المساومة فأحياناً ماذا تفعل؟ أنه أنا تشتري السيارة وبدأت بيعها فبيجي هذا الزبوم بقول أنا بطلت أشتري هذه السيارة طب البنك ماذا يمكن أن يفعل؟ أين يذهب بهذه السيارة؟ هو لا يريد أن يستخدمها هو اشتراها ليبيعها في مثل هذه الحالة بكون البنك حاطط شرط يسميه خيار الشرط لما يشتري السيارة بقول أنا اشتريت هذه السيارة منك يا معرض السيارات مثلاً بمائة ألف شكل ولي الخيار ثلاثة أيام يعني البنك يستطيع خلال ثلاثة أيام أن يرجع هذه السيارة فإذا باعها لهذا الزبون إذا خذها الزبون خلال ثلاثة أيام يباعها لكن إذا لم يبيعها يقوم البنك بإرجاعها للتاجر وفي هذا حل لتقليل المخاطر عن رأس المال في البنوك الإسلامية ولم يحرق الضرر به لأن هذه قضية يمكن أن تلحق الضرر برأس مال للبنوك الإسلامية هذا هو بيع المساومة بشكل عام وبشكل سريع علنا نستفيد منه ونفهم كيف يمكن أن يتعامل التعامل البنوك الإسلامية ويتعامل الناس في بوضوع بيوع المساومة السؤال اليوم اللي معنا اللي عليه مرتبطة الجائزتين اللي يقيمت كل جائزة خمسون دولار يقول السؤال ما هو بيع المساومة المعنى العام للمساومة الخيار الأول يقول هو البيع الذي يخضع أحد أطرافه للمساومة والابتزاز نوع الثاني أو الخيار الثاني هو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله للمشتري والخيار الثالث هو البيع الذي يعتمد على أمانة البائع بإظهار سعر الشراء هذه ثلاث خيارات أيها والصحيح أرسلوهم باشرة لنا علاكم تكونوا أحد الفائزين بخمسين دولار إحدى الجائزتين المقدمتين من بنك إسلام الفلسطيني في كل يوم ولتكونوا أحد الفائزين بإذن الله ولأن أرقاكم حلقة جديدة وتكونوا فيها من الفائزين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة